موسيقى بحلقتنا اليوم رح أعطيكم نصايح مفيدة بتساعدكم تحققوا أهدافكم أكيد لازم تسمعوا حلقة Law of Attraction تتساعدوا حالكم تقامنوا بهدفكم بس هون بهالحلقة رح نفوت بالتطبيق بالستخاتيجي يعني بالبلون يعني رح نغوث أكتر كيف بدنا نقدر نحول هيدا الحلم لواقع بدنا نفسه بس كيف؟ أول شيء وأبيع شيء بدأ لكم قدامهم تعترفوا لحالكم أنه عالمنا الحالة فيه كتير فاكترات حوالينا عوارض حوالينا بخلونا نلتهي شو أصدق لكم؟ أصدق أحكي عن السوشال ميديا قدامهم بس بدكن توصلوا لهدفكم تنعزلوا عن حيالة شيء معقولة يلهيكم حتى فيهم تكونوا أصحاب أما ناس معينين بيسحبوا منكم طائق بدأ يعولكم وقتكم مثلا الواتس أب فيه يلهيكم في حتى يبعلكم خبرية بشها يعني فيكم تكونوا قاعدين لحالكم ومراكزين عشوهلكم بس ما نكون لحالكم يصلكم إيميل على تليفوركم ديقكم خبرية تشفوها مثلا على تويتر ديقكم فيديو بتضحك على تيك توك يلهيكم أنا هون ما ترغزوني إذا عم بعمل كأنه شبه دعايات للبلاتفورم طبع السوشال ميديا بس أنتوا فهمتوا قصدي أنتوا بس تكونوا عارفين أنه أنا كل يوم من هيدا الساعة لهايدا الساعة بدأ اشتغل على هيدا المشروع بتكون تجبروا حالكم أوكي؟ تبعدوا قد ما فيكن عن الأساس يلي بتلهيكم خاصة التليفون يلي ما خلصوا بشغلكم أما يلي ما خلصوا بشي ضروري لإلكم تاني شي ما فينا بقى نقول أنا ما عندي وقت لحقق هدفي ما عندي وقت لصبور ما عندي وقت لخلص شغلي بدي أحكيكم عن تجربة شخصية أنه أنا كتفكر أنه مستحيل لحق أعمل حلقة البودكاست مرة بالجمع كيف بدي أحق بين الدرس وبين أنا درسة عم بعمل اختصاص كمان جديد بين أولادة الصغار بين أنه درسهم بين أكتب الكتب بين السبار وبين جوزة كتير كتير قصص حتى بين أنه استح يعني كتير قصص لازم أعمل التبكيف في الدفاوة البودكاست خاصة أنه لازم أنزل ع بيروتة اللي كتير بعيد عن بيتة تسجل الحلقة بس في حدا عزيز عقلبي نصحني أنه أنت بديك تحطي بلان أنه كل يوم بديك تجيب رحالك 30 دقيقة لهيدا الموضوع نهار لها تحضريه نهار لها تعمل الرشاج نهار لها تكبيه ونهار لها تسجل الحلقة قليت أنه معه حق بس أنه قلت له بس نزلت بيروت بتضيع لكتير وقت قال لي شري عبدة البودكاست حطيه عنديك بالبيت وساشلي بالبيت طيب أنا لي عم أخبركم هيدا الشي لأنه اللي بدي أقلكني ما في شي مستحيل إذا بدنا نحققه بدنا بس نلاقي الوقت نجبر حالنا خلال نهارنا بركي على نص ساعة بس هيدا النص ساعة نحطها نركز عليها تنحقق هدفنا يعني نحطها بلوء قدامنا على البراد مثلا أما قدامنا بالقوضة ونكتب فيه ساعات يلي أنا رح أعطيهم لحالي تحقق يلي أنا بديه وبدأي خبر الناس يلي هعيشين معي بهيدا الوقت أنه أنا عندي شغل بدي أطفي خطي وبدي أركز حتى لو هدفكم صغير حتى لو بدكم تعملوا سبار أو بنتير أو تتعلموا شيء أو تطبخوا شيء ما بعرف حالي شو كان هدفكم كل واحد عنده هدف خاص ما فيكم بقى تقولوا ما عندي وقت بدكم تخلقوا الوقت منخترع الوقت طبعا هون أنا عم أتوجه للناس يلي مقمنين من قلبهم أنه بدهم هيدا الهدف ليه؟ لأنه في كتير أوقات بنفكر أنه نحنا بدنا شيء وما منكون بدنا يعني عن جد نتحجج دايما بقصص تما نحققهم هون أنا عم بحكي عن يعني الصعوبات تلي منتحجج فيها تما نحقق أهدافنا مثلا ما عندي وقت أنا بخاف ما لحق عائلتي ما عندي المهارة أكيد كتير صعب أنا أصير أستاذ بالجامعة هني أحسن مني عمنا تجد أنف ما بستاهر أنا ما بقدر أعمل هيدا الشي ما إني مؤهل لهيدا الوظيفة غير بيعرف أكتر مني بلك أنا كتير صغيرة تكون مانجر ما إني كتير ذكي ما إني كتير شاطر تأعمل هيدا الميتي ما بستاهر إنحب يعني ما بفوت بعلاقة صحية مع الشريك فهمتوا عليا؟ هول أفكار يلي منقولها لحالنا يلي بتوقفنا نحقق نجاحنا هو هني اللي ميتين بليف بس هولي هني بس أفكار مجرد أفكار منهم واقعيين هني أفكار بس بيوقفوني حقق نجاحي هيك بنا نخدون بخلوني ضنب الكونفرد زون طبعي ودمر النجاح طبعي أنا رح قلكن هلا كيف تتخطو هول لي ميتين بليف أول شي فهموا إنه هولي إكسكيوزس حجج تاني شي تذكروا إنه هولي بس أفكار وأنا دايماً بقلكن الأفكار فيها تدمركن وفيها تشئلكن فيها تخليكن تبدعوا باللي بدكن ياه منهم واقع؟ تالت شي راجعوا حالكن من وين جيين هولأفكار؟ شو مخبيين وراهن؟ مين بقلكن ياهن؟ وين سمعينهن؟ مين خايفين تزعلوا إذا نجحتوا؟ خايفين تحسوا بالقلد؟ شو بيصير بحياتكن اليومية إذا حققتوا هيدا النجاح؟ شو رح تخسروا؟ شو بتخسروا من حالكن بس توصلوا على هيدا الهدف؟ يعني بديكن تعترفوا لحالكن شو المونولوج؟ شو الصوت يلي جوادكن يلي بتحقوا لنفسكن حول هيدا الفكرة؟ من شو خايفين؟ مين معقولة ما يتقبلكن إذا أنتوا غيرتوا ونجحتوا؟ مين من أهلكم زراعلكم هيدا الفكرة؟ أو مين من البيئة طبعكم حطتلكم هيدا الستاندرد إنه نحنا مش معمولين تننجح؟ معقولة تكونوا بينين هاي الفكرة ع تجربة مسبقة وقمتوا عممتوا على كل شيء ترعتم معي؟ بدنا نحارب هول أفكار بدنا نفهم إنه هول أفكار شو عم نستفيد وقتها من قولهم لحالنا؟ متل ما بعرف حدا بقل لي عمري صار ستين سنة كيف بدي أرجع ابن حالي بهال آخرة؟ قلت له طب أنت بعدك بصحتك وبعدك قوي وبعدك زكي وبعدك بتفكر كتير منيح شو هيدا التفكير؟ أصلا أنتوا بتعرفوا إنه يلي بيشتغل ما بيموت؟ بضلوا عايش؟ بضل عنده هدف؟ أرجعوا سمعوا منيح السؤالات يلي قلت لكم إياها ورجعوا حللوا حالكم أديهوا الأفكار هي اللي عم توقفكم إنه تحققوا هدفكم طب هلأ طرعتوا معي إنه صار الوقت نحقق هدفنا بديكم تتبنوا نيو بليف يعني التفكير الجديد مبنى على كلمتين بس سمعتون منيح هن بس كلمتين هول كلمتين سمعتون لصراحة بإنتربيو مع حاكم دوبار مع الشيخ محمد بن رشيد المكتوم هيدا الحاكم ألف جنة من صحرة يعني ما معقول يكون في بلد هلقد بيرفكت هلقد بحب شعبه هلقد نظيف هلقد حلو عم لكم جنة بس هو مبني على حلم شخص وحققه حاكم آمن وحب أهدافه وشعبه صراحة ما في كلمات بتوصف الإرادة يلي عنده إياها هول كلمتين هنه why not لا لا ألا لا لا يلي كنت عم تسأله بالإنتربيو ألا لا بنيويورك فيهم يعملوا هيك ونحن لا 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 كبلا أنتوا ما فيكن تحققوا يلي غيركن قادر يحققوا عدوه براسكم كل ما تجي فكرة سلبية قولوا لا لا why not هيدا التفكير الجديد يلي لازم وضرورة تتبنوه من يوم وراية تتحققوا أهدافكم بتكون تضلكون تعيدوا لحالكم إنه أنا فيه ممنوع بقى النق ما فيه بقى أقول ما عنده وقت ما بعرف حدا غيري أحسن مني ما فيه يصير أنا البزنس من ناجح بتكون الجرقة بس تقولوا هول كلمتان السحرية أنا فيه لا لا طولت عليكم حكا تنبلج بالطبيق تعوا معي أكتر تنغوص بالطبيق أكيد أول شيء وأهم شيء بنا نحط بلان لتفكير أكيد؟ بدكن تسألوا حالكم شو بصير إذا أنا ما بحقق هيدا الهدف يعني دماغكم وتفكيركم بدون يعرفوا إنه إنتوا عم تخسروا كتير إذا ما وصلتوا عا هيدا الهدف يعني هالقدة بتكونوا جعانين توصلوا عا هيدا الهدف لأن إنتوا تخسروا إذا ما وصلتولوا تكون تدلكون تعدوا هيدا الفكرة وكمع بدكن تسألوا حالكم هول عشر أسئلة أوكي تتوصلوا عا هيدا الهدف وانا فتنا بالطبيق وسجلوا معي واحد أنا وين هلأ من هدفي يعني بديكن توصوا حالكم هلأ ووصفوا حالكم بس توصلوا عا هيدا الهدف اثنين أنا شو صرت عامل تحقق هيدا الهدف شو نجح معي وشو ما نجح ثلاثة أنا شو في الشي بعرفه وبعد ما عملته تحقق هيدا الهدف أربعة أنا شو في الشي ما بعرفه وليزم أعرفه تحقق هيدا الهدف مثلا لازم اتعلم أكتر عن الماركتينج تسوي البرودكت طبعي أو مثلا لازم ادرس شي جديد أو اظهر أكتر مع ناس واسألهم عن حالهم هن شو عملوا تنجحوا بهالموضوع خمسة إذا عندكم رول موضل حدا بتتمثله فيه شو كان نصحكم اليوم تتحققوا هيدا الهدف؟ شو كان قالكم؟ ستة كيف عملتوا بموقف شبيه لهيد الحالة وقدرتوا تتخطوا الصعوبات وحققتوا النجاح؟ يعني أنتوا بتكون تتكلوا على التجربة تبعكم يعني نستعين بخبرتنا كمان سبعة شو لازم غير بشخصيت الحالية؟ شو لازم غير بحالة تأنجح؟ تمانا سألنا حالنا والأسئلة فينا نزيد كمان مين معقول يساعدنا لحقق هدفه؟ وأدي أنا رح اسمح له يساعدنا وكيف هو فيه يساعدنا؟ تسعة شو معقول يوقفنا من أنه حقق هدفي؟ وكيف أنا رح اتخطى هيدا الموقف؟ هون عم جهس حالي للمعركة للصعوبات عشرة بدي حط وقت يعني بدي أعطي حالة مهلة تأوصل لهيدا الهدف هون طبعا أنا ما عم بكون عم بحشركم يعني إذا ما قلصت شغلي بعد سنة يعني أنا فشلت لا بس بتخيل الدماغ وتفكيرنا بس يعرف أنه عنده مهلة سنة دجاب يعرف حاله أنه خلال هيدا السنة في حط بلان واضح أنه عنده الوقت الكافي أوكي وبيقدر يعرف حاله أنه رح يوصل لهونيكا يعني إذا ما زوتت معكم سنة زبطوا لسنة ونص بس دالكن تركين تارجت هدف أنه أنا بهيدا التاريخ تقريبا رح كون صرت هيك حلقة خلصت بحب تشركوني أنتوا كيف عملتوا تتوصلوا لهدفكم أكيد في قصص تعرفوها أنتوا وأنا ما قلت لكم إياها تشركونيها على صفحك على انستغرام أنا ريتا باصيل هلأ قبل ما وضعكم رح ارجع ذكركم بالنقط اللازم تتذكروها تتحققوا هدفكم عنا ما نلتهي نكرس وقت لهدفنا نقتنع بالـ يلي رح نوصل له بس نحقق هدفنا نتخيل حالنا قدير رح ننبسط بس نوصل لهدفنا نسأل حالنا العشر أسئلة يلي قلت لكم عنهم نكبل الأفكار السلبية يلي بتحدد من قدراتنا وأهم شي نستبدله بهول كلمتان السحرية لـ لا ترجمة نانسي قنقر قربت المدرسة وقرب هم الأهل والولاد حول موضوع الدفور أما الدرس يلي بيعطوه المدرسة من بعد يخلص طوام المدرسة في حلقتنا اليوم أنا رح جرب قدمة فيكم أعطيكم النصائح تبا تكون هذه المرحلة سئلة مرحلة الدرس أما الدفور اللي بدأي لكم يعني كل شي اللي أخبركني تطبيقه حلو أوكي؟ تطبيقه هيا بس ما تخافوا إذا بالواقع ما رح يكون كتير قريب عيالي عبقلكوني اليوم لأنه ما تنسوا إنه الولد بالآخر عم بيكبر عم بيكتشف حاله عم بيزهق عم بيطعب عم بيقول لا أنا عم بيدرس لا أنا هون ما بدي عم بيقطعب بمرحلة غيفولت إنه أنا لا بدي أدرس لا بدي روح على المدرسة كل ولد قاطع بيكون بمرحلة بنا نتفهمه لأنه نتذكر حالنا نحنا كمان كاولاد مرحلة الدرس من بعد المدرسة كانت سائلة وصعبة لأقلنا رح نجرب قد ما فينا فينا حتى نسمع هذا الفودكاست لأولادنا ورح نجرب نساعد حالنا نقول نحنا هلأ مثل تيم مثل اكيب مع أولادنا منع نجرب نقطع هاد المرحلة بالطريقة لأكتر شي سهلة لألنا ولألهم أول شي لازم نحنا نساعدهم على الاستقلالية ونضع فاظو غيزة الوطنومي هيدا أهم شي منكون نحنا عم نعلمهم إنه هن مسؤولين عن درسهم مسؤولين عن حالهم وقتا يروحوا على المدرسة يعني من قصص كتير بسيطة وقتا هن يصيروا مستقلين حتى ينطفوا شنتهم يضبوا كتبون بس يخلصوا يضبوا الإقلام بالطروس طبعون مش إذا ضيعوا قلم دوغر يروح نركض نجبنوا القلم منبلش من أول شي من شنتة المدرسة من التخوص طبعون من الإقلام طبعون من التياب طبعون كيف بحضروا حالهم تيروحوا على المدرسة هن بدون يبلسوا يصيروا مسؤولين حتى فينا نحنا كل يوم عاشية نسألهم مثلا شو عبالك بكرة تاخد معك تاكل على الأكل؟ شو فيها حضرلك؟ أما شو عبالك إنت تحضر من اليوم ليكون نهارك حلو؟ تاكل شي بتحبه؟ يعني المدرسة ما تكون بس هي للدرس هي كمان نمط حياة نعلمهم أنه نحنا من نزبط حالنا الصبح نفرش سنيننا من نناكل من نجهز غرادنا من نحط الألان تنوعه بكير من ننام بكير يعني نفوتهم بغتيال بعادة لأنه هيد العادة أول شي بتعملهم مستقلين وبتساعدهم عن قبر لأن بالآخر المدرسة هي نموذج عن يلي رح نعيشه عن قبر نحنا فينا نفهمهم هيدا الشي أنه نحنا عم نحضر حالنا للحياة بعدين وقتا نحنا نصير روح على الشغل وقتا نحنا نصير مسؤولين عن موظفيننا وأنه نكون نحنا نعرف نحضر غرادنا فإذاً نحنا هون من نكون عم نحمس الولد يكون مسئل أعتبروا الولد بيجي بعد الظهر أوكي وعندوا الأجندة مش أنه بيعطينا إيه هون طبعا بحكي كل عمر وعمره بس الأهل بيعرفوا أي متى الولد بيقدر يقرأ الأجندة قدي فينا نحنا نسأله على الأجندة شو عاتيوك اليوم درس نفتح الأجندة معه فرجيني شو عملته وهون بدي افتح هيكي بارانتاز صغيرة جربوا بس أولادكن يجوا من المدرسة ياخدوا بريك يأكلوا يحضروا تلي يرتاحوا بك يتحمموا يأكلوا في خيانديز إذا بدون يلعبوا يعني ياخدوا وقت راحة حضروا حلقة البودكاست اللي عملتها عن الزهق وعن الراحة بتعرفوا كمان إنه قدام هم هيدا الشي تيرع يقدر يقلع بدرسه سو هيدا الولد رجاح قدر يرتاح وهو باتي كان معوض إنه يعطيكم الأجندة وإنتوا تقرؤوا تقولوا يلا روح جيبوا إنتا نعملون سوا نحنا وقتا نبلش نحلمه إنه هو بدي يكون مستقل أول شغل بنا نعمله بنا نحضر له اسباس محل يدرس فيه طبعا نحنا وياه بنا نحضره هيدا الاسباس لعني نحنا قلناه ونحنا تيمة عم نشتغل سوا بدي يحضر الطاولة طبعه محل يكون راية يكون فيه رواق يكون عنده وقت معين للدرس يعني ما فينا نحنا نترك الولد للساعة 8-9 إذا ما خلص درسه لأنه ما عم بيفهم الكونسين تبعه أما تعبين ما فينا نتركه تحتى يخلص خلص إذا الوقت صار من بعد 8 منقل له خلص سكر الأجندة طبعاك سكر درسك جاء تضب إنتا لوحدك الشنطة بس تخلص عاية اللي تشوف أنا يعني إنتوا فيكن تعملوا سوبرفيزيون ترجعوا ترقبوا بس هو شوية شوية بصير يعرف يعملوا لواحد وفيكن أنتوا تحكوا لمعلمة أما بتقولوله لأقلو كأول مرحلة إلا للمعلمة أنه أنت لقيت صعوبة بهذا الشيء لأنه بالآخر هو عم بروح على المدرسة تتعلم في حال ما تتعلم ما قدر يستوعب الدرس اللي عم بيعطوياه يا هو بالصف عم بيكون غايب بمعنى أنه ما عم بيركز يا المعلمة ما قدري تتوصل النوسيون بطريقة صح يا تلالشي بيكون عنده صعوبة التركيز أما صعوبة الحفظ أما حاسس حاله تعبين زيادة يعني نحنا دايما نشوف هؤلت تلات قصص ونجرب نفهمه أكتر خبرني ما فهمت شو يلا لقيه صعب أنت تعبين ما زعوش شي بالصف معالنا عم بتكون شوي سريعة معاك خبرني تنتشارك سوا يعني نحنا هون تيم نحنا وولادنا تنحكي مع المدرسة تنشوف كيف بنا نساعد حالنا يعني كأول مرحة راح أرجع لكم نحنا عم نعلمه على الاستقلالية وضمن الاستقلالية بنا نعلمه أنه حقه إذا هو ما فهم يسأل المعلمة أوكي مش تصير نعاية عليه لأ بدك تخلص وما فيك تنام إذا ما خلصت الأجاندة يعني نحنا كأنه عم نحمسه يكره الدرس بصير كأنه الدرس وما عم بيخلي ولا يرتاح ولا ينام وكل نهاره من 8 إلى 8 درس لأ نحنا منا نقلله أنه حسبه بلشنا على الساعة 5 سبعة ما نكون مخلصين عندك ساعة ونص ساعتين تتخلص في حال ما خلصت صارت مشكلتك وقل لي ليه ما قدرت تتخلص هون طبعا الولاد راح يقلنا تعبين ما فهمت ما عرفت ما بدي بده يعبر تركوه يعبر تركوه يخبركن ليه هو ما قدر يخلص درسه زهقان تعبان بده يظهر لا عم بيدرس سمعوا له عدوا معه سألوه أنا كيف فيه ساعدك تنخلص هيد المرحلة تنخلص الدرس رحقلكم خلص ما بدي عدوا معه جيبوا بارقه قلولوا شو أكتر شي لقيته صعب شو أكتر شي بتحب تدرسه شو أكتر شي لقيته هاين انتوا عم تدرس أكيد في شي بتعرف تعملوا أكتر من غيره طيب شو رأيك نبلش بالقصص الهاينة خلصهم لوحدة والقصص اللي بتلاقيهم صعبة تعالى عندي و بنعملهم نسوق ساعدوه عبالك تسأل سؤالات للمعالمة بكرة بدك نكتبهم نسوق انت روح اسأله ياهم يعني هو مسؤول كمان روح يسأل المعالمة كيف عبالك نقضي الوقت سوى من بعد ما تخلص درسك وانا بيصير عنده طموح بس يخلص درسه يعني بركة عنده شي بحب يعمله نعمله إياه بحب يعمل بانتور بحب يعمل أكتفيتاء إذا قدرين نعمله إياها نعمله إياها بركة يقول لكم عبالك أحضر تلايه يروح يرتاح يحضر تلايه يعني مش غلط نعطيه ريكمبانس مش غلط نقدر نقله برافو من أسهل الطرق تتبلشوا تحلموا ولادكم على المسئولية أنه هنه يصيروا كمان مسئلين عندهم الأوتونومي تبلشوا مثلا تسألوهم سؤال في قلبه خيارين يعني بتفضل تدرس قبل ما تاكل أما بتفضل مثلا نعمل أكتفيتاء قبل ما ندرس يعني هو ينقى شو بده يعمل أهيا من ما أنه تسألوه شو عبالك نعمل هو رح يقلكم ما بدي أدرس ما بدي روح تعرفوا بس وقتها أنتو بتاعطوا الخيار أول شي رح يحاولوا هو صاحب القرار أنه أنا نقيت أنه بدي أدرس بهذا الوقت يعني حزب المسئولية تاني شي أنتو بعم بتعلموا يفكر أنه أنا إذا نقيت هلأ أدرس برك بعدين أهيان لي بصير عندي كل الوقت ألعب مش بس هيك أنتو مثلا وقتا بيكونوا قاعدين كتير على التلفزيون فيكن تسألوهن تب اليوم إذا حضرتو ساعة تلات أوكي وبكرة حضرتو ساعة كمان مش أحسن من ما أنه اليوم تحضروا ساعتين وبكرة ما تحضروا هون حاعتتوهم أوبسيون هن نقوا نقوا الأنسب لقلهم وفهموا أنه هن بيعرفوا شو بدهم يعني أنتو عنكن ثقة فيهم عنكن ثقة بخيارهم بهالطريقة شوي شوي بتبلشوا تعلموهم على المسئولية وهون أنا بدي جرب لكم خبرية سمعوها كتير منيح نحنا معودين نقول لأولادنا I'm proud of you أنا مبسوطة منك لأنك درست منفكر أنه عم نقولي منيح لأنه منفكر أنه هيدا الشي بقوا بيهم بس الدراسات بيّنت أنه مش دايماً هيدا الشي صح أحسن تقوله لأولادكم أنا مبسوط لأنه أنت عم بتجرب تدرس يعني نحنا نعزز له الإفاغ طبعه أنه هو بده يعمل شي أنه هو جرب يعمل شي نعزز هيدا الشي أنا مبسوطة على جهدك ومبسوطة أنه أنت عتيت وقت لحالك تفوت تدرس برافو أني جربت حتى لو ما قدر يخلص بس هون نحنا ما نفهم هالنيوانس مش أنه يلا أنا I'm proud of you مبسوطة فيك جبت علمات منيحة أما درست لوحدك لا هيدا مسئوليته بالآخر وهيدا الشي عم يعملو لقيله نحنا ما نفهمهم هيدا مش لقيله نحنا كبرنا وعملنا وتعلمنا هيدا الشي لقيله نحنا ما نقيله نحنا مبسوطين لأنه عم بتجرب عبالك تعمل حتى لو تعبين عم بتجرب تفوت تدرس حتى لو ما عم بتفهم عم بتجرب تسألني وهون نحنا قدي حلوة نشارك أولادنا نحنا وقتا كنا صغار قدي نحنا كنا نلاقي الصعوبة بالدرس مش غلط فينا نخبرهم ساعتا بحسوا حارهم أنه هنه نغمال طبيعي الواحد ما يحب كتير يدرس لأنه بل كي يتعب بس نرجع نحنا منفوتها بالإطار وهنا هيدا النقطة الثانية اللي بدي حيكون عنا بإطار أنه نحنا منعطة أهمية للمدرسة طالما الولد والأهل ما انوا نحبين المدرسة طالما الدرس ما رح يحبوه للولاد طبعا المدرسة هي صعبة ما فينا ننكر هيدا الشي دوام طويل وهلا عم بصير في كتير تغيير صار في مدرسة بالباب صار في مدرسة عند غيره الدوام بس نحنا ما ناخدها مثل ما هي أنه هيدا الشي لمصلحة أولادنا عم بتعلمهم على الدسيبلين على الأورجانيزازيون على الدوام وبالآخر كمان عم بتعطيهم معلومات بيقدروا يعزوها باستكبروا بالشهاداتهم وبحياتهم اليومية يعني أنا كل شي خبرتكن يعني عن المدرسة خدوه مثل ما هو وخبروه لأولادكم قلونا حتى بالمدرسة رح تتعلموا تتفاعلوا مع أصحابكم تتفاعلوا مع الناس اللي أكبر منكم مع الأطورتين مع الإدارة مع المعلمة هونيكا كأنه كأنه مرحلة أولى كأنه أنتوا عم تقدموا تاست بكل شي بالدرس بالعلاقات بالصحبة بالدفاع عن نفس ما تنسوا تحضرون حلقة البولينج وإنتوا تحضروها كمان يعني المدرسة هي مننا بس درس ودوام نروح من الصبح العاشية لا المدرسة هي باكيج كل شي بتعطينا الثقة بتعلمنا نحضر حالنا نلبس تيابنا يكون عنا نزام نعمل أصحاب نعرف ندفع عن حالنا نتعلم معلومات وهال معلومات نحنا فينا نشركة مع أولادنا خبرنا شو تعلمت اليوم بتاع خبرنا أنا ما بعرف قل لي شو هو الشي اللي تعلمته وفيكم كمان تقولوله مش معقولة أنت شو قوي بهذه المادة قدي حلو قدي شك شاطر بهذه المادة خلينا نركز علي أكتر تعخب بني أكتر كيف عم بتحلى أنت يعني نفهمه أنه عنده كمان قوة بالقصص في عنده معتشارات بيبقى قوي فيها ويصير هو مبسوط بحاله علمنا كيف أنت حليتك أوكي يعني نحنا كل ما جربنا نحنحكي مع الولاد حول الدرس حول المدرسة حول الله كون طبعا القصص اللي هو بليها صعبة باركي أقول لكم أولا أنا العربي ما بحبه ما بحب العربي وماش عم بصعب مثلا ولا الاستظهار ولا الكواعد ولا الإنشاء أنه أنا ليه عم بتعلمهم ما بديه فينا نحن نحن نجرب إذا نقدر مثلا نفتح على جوجل نفتحهم حتى كتاب قصيدة مثلا شي قصة حلوة بالعربة نقول لهم إياها نقول لهم ليه كل لخة العربية صح صعبة بس مش الكل بيعرف يحكيها مش الكل بيعرف يكتبها يعني نقدر نعطيه شو يلي عم بميزه عن غيره وقته هو عم بيتعلم هيدا الشي بالجغرافيا مثلا. عم بلاقي صعوبات بالجغرافيا نحن من نقول لهم ليه شو هي أهمية الجغرافيا هي مش بس أن نحن عم نحفظ وون كتير حلو الأهل يتضامنوا مع الأساذة يتضامنوا مع المدرسة يضلوا الموجودين يعني يتابعوا ولادهم مع المعلمات مع الأساذة يسألون وين ابني عنده صعوبة وين بنتي ما عم تفهم تبخينا نجرب نغير الطريقة نجرب نتساعد سوا يعني كلما الأهل كانوا واعيين أنه المدرسة مش بس بيروخوا وبيرجعوا بنعمل الدفور وعيين أنه هيدا الولد عم يكبر على طريقته عنده أسلوب فهم مختلفة عن غير ولد نحن من نكون وعيين على هذا الشيء تأثير الدرس هاي اللي قالوا تأثير المدرسة مرحلة حلوة لقلوا دالكن قريبين من الأساذة بمعنى شونو تدالكن تروحوا لعندون كل يوم لا ما هيك قصدك يعني وانتا تشوفوا ابنكن أما بدكن عندها صعوبة بأساس ما تصيروا تعايتوا على ابنكن تقولوا له كيف ما بتفهم ولا وشو ما عملت صيروا تلمولة قالوا لا قولوا يا عمي هو يجرب قالوا له مرسي أنك جربت وبعرف أنه أنت بدك خلينا نشوف بالمدرسة ليه معقولة تكون ما عم تقدر تحل هيدا الشغلة وهنا طبعا نحنا إذا حسنا هالقصة عويصة فيه بسيكولوج اختفونيس فيه كتير ناس بقدر تساعدكم بيكون فيه لكون صغيرة بتخدوه اللي عندن أما حتى بتعملوا إذا ما عابدكن تخدوه عند حدا بتعملوا الرشاجة تبعكن تتلاقوا الطريقة الأنسب تتخلوه هو يصير يفهم أكتر أما يركز أكتر أما يحفظ بطريقة أحلى هون رأخبركم شي كمان رح تحبوه في حدا أجا قال لي مش معقول أنا كل ما أجيبوا ولادي من المدرسة بسألهم كيف كان نهار كون شو عملتوا اليوم شو درستوا شو أكلتوا الولاد ما بيجاوبوا ما بيعرفوا يجاوبوا بيسرطوا لأنه أنا بفهم الولاد بيكونوا بتاع بدنين مش مصادقين يروحوا يكلوا بيرتاحوا لأنه قعدوا كل نهار ما تنسوا على هالكارسي وركزوا وعدتوا مجهود أول ما يطلع الولاد من المدرسة بالسيارة أما بالقتل جارة أما وقتا يوصلوا على البيت نغمرهم ونقللهم مرسيق على الإفار اللي عملتوا اليوم مرسيق أنه قضيتوا كل نهار بالمدرسة برافو على هالشهد يلي حتى يطول اليوم يعني نقللهم أنه أنتوا اللي عملتوا ما أنه هيك فور جرانتد أنه شي هيا أنه شي صعب فينا حتى نقللهم أنه أنا ما بقدر أعمل اللي أنت عم تعمل لو أقعد كل نهار وبتذكر أنه المرحلة كانت شوية سئيلة بس برافو أنه أنت عم تقدر هون هو رح ينبسط بس لفكرة أنه هو قضى نهار كله بالمدرسة هيدا أول مرحلة تاني شي ما ننزل فيه سؤالات يلا شو عملت شو بدك شو أكلت وين رايح ما نفصل نسأله مين ضيائقك مين ما ضيائقك ما رح يعرف يجاوب لأنه راسه تعبان تركوه يتنفس تركوه يرتاح وأنا رح أعمل بودكاست عن الأسئلة الحلوية اللي فينا نسألها لولادنا تاني عزمون يعرفوا يجاوبونا رح أعطيكم إجزامبل هلأ شو فيكن تسألوهم من بعد ما يرجعوا من المدرسة هن رتاحوا وعابلكم تفتحوا سجدوا ديسكيسيون معهم عابلكم تحكوا معهم بشي حلو فيكن بالشو بحالكم أنا اليوم عملت هيك ورحت هون ولا لقيت صعوبة هون وجبت هيك وكت نطرتكم كل نهار خبروا عن حالكم رح يسمعوا هن لأن عم تلهونا عن حالهم وفيكن كمرحلة تانية مش دهرة تسألوهم شو عندكم تفحص بكرة وشو فيه بالأجندا رح يصير هن غاطط على قلبه إنه كمان بعد درس وبعد في عنا قصص نعملها بعدين طب نحن مش تقين له للماما مش تقين له للبابا عابلنا نحكي عابلنا نرتاح فينا نسألون شو أحلى شي عملته اليوم هيدا السؤال غير رح يصير يفكر ولا أنا شو أحلى شي بركي يقلكم ولا ماشي نهاري بشح أما بركي حتى يقلكم ولا لعبت مع الفيقة أما تضحكنا بالصف فينا نسألون كمان طيب شو أبشع شي صار معك اليوم رح يخبركم بس إذا بتسألوه شو عملت اليوم تم هو نهاره 8 ساعاته مش متذكر كله فايت ببعض كنتوا عليا فيكن تسألوه حبيتك الأكل بكرة عابلك نعمل غير أكل يعني رح عتيكن بودكاست تاني سؤالات ذاكية نعرف نسألها لأولادنا هنا نحنا بتكون هنا وقتا رجعوا من المدرسة أول شي رجعنا عملنا كوميونيكاسيو معهم بوصناهم غنجناهم قلنهم برافو قدروا يضلهم بالمدرسة برافو عالجهدي اللي عملي عمروه فتحنا مواضيع بالنائق معهم ريحناهم ورجعنا حضرناهم للمعرك التانية حلوة كلمة معرك كما هيك حضرناهم للدرس اللي جاي بعدين بطريقة سهلة فإذا نحنا هنا علمناهم على الأوتونومية على الاستقلالية علمناهم أنه تقدروا يدرسوا بدون يكون عندهم محل فيه رواق طولة هن مجهزينة وقت معين للدرس مش مفروض يضلون لـ 8-9 في شي ما فهموه هن بيسألوا للمعلمة وإذا عوصت القصة نحنا نضلنا قريبين من المعلمة مع الأساسية من المدرسة نسألهم بكل فيه طريقة تانية نقدر نستعملها مع أولادنا نقدر نعطي الإكسبرينس طبعا نحنا وإذا كنا صغار شو كنا نلاقي صعوبات إن أول point positive يعني نعززهم هن الأدورات طبعا يعني إذا هن قوية بالتاريخ والجغرافيا قوية بالمعات نزقصهم إنه أنت هون كتير قوي طب خينا تبلش بالقصص اللي هاي نلاقلك عملهم لوحدك وبعدين أنا تساعدك بالقصص اللي بتلاقي فيها صعوبات يعني نحمى كل ما نلاقي طريقة نكون أكيب كل ما نكون تيم كل ما نكون شركة مع أولادنا بهذه المرحلة اللي هي بعد الظهر كل ما هو قطع بطريقة أسهل وما تنسوش أغلي كتير سقيل الأهل يلي بيعموا درس من التنين للأحد لا مش حلو هيك كيف أنتو بترتاحو كأهل كيف الأحد ما بتشتغله الولد كمان أحد أما السابق بعد الظهر أما حياة لنهار هو لازم يرتاح فيه كمان لازم ما يفكر بقى بدرسه كمان علموه يرتاح قلوله خلص درسك تنقدر نرتاح هعطوه بروجرامات حلو بهذا الوقت وآخر شي تننهي البودكاست تعرفوا أنها قدي بحط الضوء على موضوع أنه الولاد بيتمثلوا بأهلهم شو ما تجربوا تحكوا أولادكم إذا أنتو ما تكون المودال قدام أولادكم إذا أنتو عم تعملوا شي عكس يالي بدكن ياماً أولادكم كتير صعب يوصل المساج لأنه الولد هو عم يكبر عم بيتطلع فيكم عم بيتمثل فيكم أنتو الإدالة طبعوه يعني إذا أنتو شايفكن بتحبو تشتغلوا بتحبو تقرؤ بتاعتوا وقت للشغل طبعكم بتاعتوا وقت أنه أنتو عنكن ديسيبتين معينة بتحضروا تيابكن للتنهار بتحضروا حالكن للشغل بس يشوفكن أنه أنتو كمان عم بتعطوا وقتكن يالشي عم تعملوه حتى إذا واحد ما عنده شغل ما عمله موصف حتى لو باقي بالبيت الأم أنه هي محضرة نهارة محضرة حالة لا تطبخ وتتجيب الغراض أما هيدا الباقي محضرة حالة يروح يشتغل أما حيالا إجزامبل يعني دايما نتذكره إذا الأهل هن المودال الولد رح يعرف أنه هو شي كتير طبيعي يفوت يدرس تنخلص هيدا البودكاست فإذا من أن نعترف لحالنا أنه مرحلة صعبة من أن نتشارك مع أولادنا نجرب قدمة فينا نسألهم نحكي معهم نفهمهم أنه المدرسة لمصلحتهم نحببهم بالمدرسة أنه هي مش بس للدرس وطبعا بدأ لكم شغلة مش غلط إذا ابنكم أما ابنكم عندهم صعوبة بالدرس نحنا نجرب نستنبش أكتر يعني بلكي في مشكلة معهم عم بتسير بالمدرسة بلكي بدو يلفط الانتباد بلكي سير شي بولين معهم بلكي حتى بدو مساعدة 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 أما أغتفونيست أما مساعدة مساعدة مش غلط نحنا نطلب المساعدة أما بلكي ما بحب يدرس مع أهله فيكون كتير عصب البي أما الأم هنا وعم بالدرس أما الشخص المسؤول إذا عم نجبلون معلمة بلكي المعلمة عم بتكون سئيلة لأن احنا ميكون بالشغل بلكي ما بدو يدرس لأنه بدو يلفطنا الانتباه أنه طعا أنت درسيني ما بدي معلمة أما العاكس صحيح أنه أنا ما بديك أنت الدرسيني بدي معلمة تشتدرسني بعرف حالي أنه أنا عندي ساعة طبعا كل هولي إذا نحنا عمنا لقدر ومنها نفهمه لأبننا وابتنا أنه نحنا عم نطفع كتير تهني يتعلموا أنه نحنا عم نحط كتير رهد تهني ياخدوا شهادة تهني يقدروا يتوظفوا أما يفتحوا الشغل أما يحققوا أحلامهم لأنه المدرسة بتخليهم يحققوا أحلامهم يقدروا يعيشوا الحياة اللي هني بدون يهم يعني نجرب نفهمهم أبعاد المدرسة وإذا هني بدون مساعدة ما نستحب نجرب نعرف شو هي نوعية المساعدة يلي هني بحاجة لقلق ونحنا علينا نعلمهم الاستقلالية نحضرهم طولة الدرس نفتح الأجندة معهم نشوف شو هو أصعب شي نتركه نحنا نقدر نساعدهم فيه نحنا إذا مش قدرنا نعلمهم نقدر نستعين بأختنا بأمنا بجيراننا حتى عنده طريقة تعليم أهيا وإذا قدرنا نجيب معلمة لأنه الولد بحاجة لدعم معين نعمله يعني كل شي فينا نحنا نساعد ابننا أما بنتنا يقطع هيدا المرحلة وقدرين نعمله ما نقصر وبرع بقلكون دايما نسمعوا وولادكم تركوهن يعبره حتى لو زعلنين وحتى لو ما بدون تقدروا تسمعوا أحساسهم كتير مهم لأنهن إذا قدروا يخبروكم مشاكلهم بالمدرسة مشاكلهم بالدرس رح تكونوا أنتوا عم تبنوا علاقة كتير حلوة مع وولادكم يقدروا يخبروكم كل مشاكلهم تتكونوا أنتوا سند طبعا التواصل للسئة لأنه بدي لكم نصيحة كتير مهمة الولد طبعا هو وعم يكبر بده يغلط مثل ما نحنا غلطنا بده يختبر بده يقع بمشاكل بس أهم شي ما تمنعوه شرككم تجاربه يشرككم الصعوبات اللي عم يقطع فيه ما يخاف يخبركم شو عم بيصير معه لو قد ما كانت بتزعلكم الخبرية خليكن أنتوا الشخص يلي فيه يوسق فيه وبهايد الطريقة وتأتوا تبلشوا شوي شوي عن صغر تفتحوا هيدا الباب التواصل بتخلوه بيصير عنده ثقة يخبركن كل شي أنا بسأله السؤالات لأولادي دايما بكتشف حالي أنا كأهل وين فيه نطور حالي شو يلي أكتر شي فيه زبطه بعلقتنا شو يلي عم بيديقهم شو يلي عم بيستفيدوا منه أكتر شي كيف بسألون إيهن عادة سعن بس نكون بالسيارة في مشوار طويل بقلهم والا اليوم بدنا نسأل سؤالات ذكية صاروا يعرف أنه فيه سؤالات ذكية بينبسطوا بيتحمسوا بيثكروا حالهم أصنعا بيلعبوا حتى لو كان عمرهم كبير عمتا لأنه الإنسان بحب يحكي عن حاله وهون هنه بصيروا يحبوا عن حاله فيكن أنتوا تتفقوا مع أولادكم عن نهار بالجمعة بتقعدوا سوا بتتسألوا سؤالات ذكية بهالطريقة بيعرف في الولد أنه مثل ما فيه وقت للصبار وقت للدرس للنوم فيه وقت تنحتم بنفسنا تنكتشف نفسنا فإذا نبلا ما تطور حكي عليكم خلينا نبلش بالسؤالات سؤالات النكتار فيكن تكتبوهم لأما ترجع تسمع البودكاست على وقت كل ما يكون بتكون سؤال كيف بتحسوا حالكم محبوبين كيف نحن كأهل عم بتخليك تحس أنه منحبك كيف بتعرف أنه أنا بحبك وين بتحس أنه أنا بحبك شو أكتر شي بعمل معاك بحسسك أنه أنا بحبك بشو أنت فخور أكتر شي شو يلي بيقصتك شو هو أحلى وقت عندك يب نهار وشو هو أبشع وقت عندك يب نهار شو أحلى شي بتحب تعمله معي كأكتيفيت كهيوية أصلا شو أحلى هواية بتحب تعمله شو أحلى هواية بتحب تعمله من دون إذا أنت بدك تنقل شي عبالك تعلمني شو فيك تعلمني شو هو شي اللي أنت بتعرف تعمله وأنا ما بعرف أعمله وأنت فيك تعلمني شو بتحب أنا علمك أكتر شو هو أكتر شي بخليك تنزعج هنا وقت الولاد ما بيعرفوا يجابوا فينا نحكي عن حالنا يعني وقت عم نسألهم أنت كيف تعفقوا أنه نحنا ما نحبكم إذا بيقولكم ما بعرف أنه بتضيعوا بالجواب عطوا عن حالكم أنت حكوا عن حالكم أنه أنا بحب بستغمرني بستحكيني فيكم تخبروه عن أنت شو عم بتحسوا وقت أكتر شي بتضيعوا الولاد وقت تقولون أنه شو أكتر شي بقلق بتخافوا منه بتضيعوا بخافوا يقولوا بس عامة الولاد بخافوا من الموت بخافوا يخسروا أهلون إذا ما عارفوا يجابوا فيكم تقولون أنه أنا بخاف وقت أنت تصخنوا وقت أنت تزعلوا وقت أنت تشركون أنت شو عم بتحسوا التجربة الشخصية تبعكم هن رح يعرفوا يجابوا شو أحلى كتاب قريته شو أحلى فيما قريته وليه شو حبيت بالبطر بتحب تكون مثل البطر شو دي شي أنا في أعمله معك أقل يعني خصصه معك أما شو في شي أنا بعمله معك لازم أعمله أكتر معك عبالك تجرب شي جديد شو أحلى عمر قطعت فيه ومش بس هيك إذا عفيك تنقي عمر أي عمر عبالك تكون وليه عبالك تكون هذا العمر كيف يكون أنا أحسن كأهل شو هو الشي اللي بخليك تروق شو هو الشي اللي بخليك تحس بالقلق بالتعصيب شو هو الشي اللي بخلي عائلتنا تكون أينيك تكون مميزة يلي بتميز عائلتنا عن غير العيال إذا بدك تعطي صفة عن العائلة تبعنا شو بتقول إذا عابلنا نخط الظهرة سوى كعائلة شو بتنقي كيف فينا نحن كعائلة نعمل أكتر قصص تنتسلة وين عبالك تعيش بس تكبر كيف فينا نضبط بيتنا شو يقصص ببيتنا وفينا نغيرها مدايقتك شو أحلى شي أنه أنت ولد شو أحلى شي بجسمك شو أكتر شي بتحبه بشخصيتك شو أحلى شي بتحبه فيه وبإخواتك وشو أكتر شي ما بتحبه فيه وبإخواتك شو عبالك بعد تتعلم شو هي لعبتك المفضلة طيب هيد اللعبة إذا عم تحكي معك شو فيها تخبرك شو فيها تقلك شو قط بأكلة عندك وشو الأكلة اللي ما بتحبه أيملت أكتر شي بتحس بالأمان شو أكتر وقت تضحكت فيه معنى كعائلة أما خبرني شي قصة ما فيك تنسيها شي سير معك ودائما بتتذكره كيف فيك تساعد غير ناس شو يعني النجاح لقلك هون الولد إذا ما رح يفهم شو عن النجاح فيكن تفهمه أكتر طبعا النجاح مش بس إنه واحد يكون معه مصاري أما بس إنه يشتغل بتكون تفهمه شوي شوي إن النجاح واحد يكون مبسوط وبصحته وعم بيعمل يلي بحب يعمله قادر يعيش بكرامة تعطوه إجزاملتات عن حال من السؤالات اللي فينا كمان نسألهم لأولادنا من البطل طبعك هو إز يور هيرو شو صار معك مرة حادثة ما بتحب تتذكره عبيلك تشاركه معه وشو صار معك حادثة أما إيفانت ما فيك تنسيه قد ما كنت مبسوط جواته ومين كن معك وشو حسات إذا فيك تاكل طبخة واحدة كل يوم شو بتاكل عبيلك بتخبرني السر لأن أنا عبيلك خبرك سر خبرني ثلاث قصص بتفكر فيهم كل يوم مين كان أول حدا انت بتحبه بمين منعجب مين قلت لك منعجب فيك إلي شغلة وحدة بحياتك ما رح ترجع تعيده كيف فينا نبني سقة بين بعض شو عبيلك نعمل أكتر شي نحن كعائلة كيف بتحب أنا عبرلك عن الحب الطبعي لقلك مين رفيقك المفضل مين بيتساءل عليك وبدايقك تبليب بدايقك كيف بدايقك بمين بذكرك كيف فيك تدافع عن حالك بتحب الشتاء مصاف وليه شو هو لونك المفضل فإذا أنا عطيتكم كم سؤال بس أنتم فهمتوا التوجيه يعني فهمتوا هالسؤالات بلك كتير بسيطة بس صدقون للولد كتير حلبة لأنها جديدة عم تسألوه شيء ما أنه معوض يسمعوا منكم يعني بلك هو معوض أكتر شيء يسمع مثلا نصايح عما وعزات من الأهل أنه فوت دروس فوت كول يلا لزم اتنان بس قليلت نسأل عنه هو عن نفسه نسأل عن علاقتنا نحنا كيف فينا نطوره نسأله نقوله شو عابلك نغير فينا فينا حتى نتشارك معه أنه أنا بتضايق بس أنت تعمل هيك بزعل بس تعمل هيك خلينا نجرد نشتغل على هيدا الشي مثلا فيكن هلأ طلع على راس السؤال يعني إذا الولد جاي متضايق من المدرسة طب اسأله شو أكتر شي بتحب المدرسة مين أكتر معلمة بتحب وليه مين المعلمة اللي بتضايق كمان ليه طب أنت كيف فيك تغير كيف فيك تقدر تغير هيدا العلاقة كيف تجرب بتكون أكتر مرتاح بهيدا البيئة اللي أنت فيها يعني نحن منا نجرب نسأله سؤالات نخليه هو يفكر بالحلول يفكر بحاله ما أنتو تقولوله شو لازم يعمل وكيف لازم يكون وشو لازم يحب فيكن تعطو تجرب كون الشخصية سؤالات كون الخاصة فيكن بس انتو تركو هو كمان يخبركم عن القصص اللي هو بحسه يعني مثلا هوني فيكن تسألو شو أكتر شي بتحب تعمل كعائلة شو السوفونير يالي عملته معنا ويالي بتحب ترجع تعمله شو هي هالدهرة اللي ما فيك تنسيها اللي بتحب تكررها هوني بتشوفوا شو هن القصص يالي بحب يعملها وبتفهموا أكتر شخصيته متل ما قلتلكم ما تنسوا انو الولد بحب انو حدا يتسمع له بحب يعبر وبحب يحكي شو انتو جربوا فتحولوا الباب عاودوا يعبر لقلكم عاودوا يحكي عن نفسه بهذه الطريقة بتكونوا انتو قدمة فيكن عم بتساعدوا يتطور ويكبر بطريقة صحية وسليمة موسيقى بحلقتنا اليوم رح نحكي عن أهمية اسمنا بتكوينة هويتنا للصراحة بهذا البودكاست رح شارككم تجربة شخصية حول الأسامة بلشت حشريتي للأسامة من أنا وصغيرة بس شفت قد في الاسم يلفط الانتباه ويميزك عن الغير جد الله يرحم وكان اسمه هتلر باية اسمه أدورف بس كنتعرف عن حالة دايما نخبر انه باية اسمه أدورف هتلر كأنه هيدا الشي بميزنا ما يصدقون ويصير هيدا الشي الموضوع نقاش طبعنا يعني نقعد نتناقش حول الاسم قولوا وشو حلو ولي سموه هيك يعني صار هيدا شي كأنه يميز ني كأنه هيدا الاسم المشهور كان يبيشهرني لقلن وقت صار عمري حول العشر سنين وسألت جد لا سموه هتلر على اسم هيدا المجرم الكبير قال لي انه هيدا الاسم صحيح ميزه لانه ما كان في غيره حامل هيدا الاسم عالميا تقريبا بس بذات الوقت بعدة الاوقات طري يغير اسمه خاصة وقت صار في احتلال بلبنان صار يسمي حاله فؤاد خاصة على الحواجز فؤاد قال لي يعني قلب يعني كله احسيس نقق اسم عكس الاسم يلي هو مسجل على الهوية لانه كان تقل له هيدا الاسم عبق من هون بلشت مغامرت مع الاسامة وقد الاسم هو اول خطوة تنكتشف هويتنا شو كان بدن اهلنا نكون نحنا وقت نقول اسمنا شو كانت احلام اهداف لا في اهل بسمو دوغول نابوليون مثلا بكونوا بدون انو اولادون يكونوا مثل دوغول مثل نابوليون انا مثلا اهلي سمونا اسمين انا وريدتا هن بالاساس بشخصيتهم بالتكوينتهم بعلاقاتهم الشخصية دائما نختلفين على الاساس امو حطو هالاختلاف باسم معارفو ينقو اسم حطو اسمان اسمنا فينا نحبه وفينا ما نحبه بس اهم شي نقدر نفهمه عادة ما بنعرف اهميتها الاحرف على حياتنا تصرفاتنا نظرة الاخر علينا حتى محلنا بالمجتمع الده ده شي مؤثر باسمنا اسمنا حامل معاني كتير هو صلة بيننا وبين كياننا هو بحدد مين نحن انتو بتعرفوا انو الولد الصغير بحدد جسمه وكيانه من خلال اسمه كاول خطوة بس الاهل يعرفوا عن ولادهم بسموهم باسمه حتى اذا بتشوفوا ولاد صغار دايما بس تشوفوهم بس بالماركت بالمطعم بتسألوه اول سؤال شو اسمك بتسألو عن هويته من خلال اسمه وبتستوزر انو هيدا الولد ما يعرف يحكي شي الا يعرف يقول اسمه يعني اللي بدأ لكم هي انو الغريب بس يشوف ولد صغير بيسأله عن اسمه الام والبي بعيدوا لأولادهم باسمه يعني الولد بيكتشف اول شخصية لقلو من خلال هيدا الاسم بهيدا البودكاست رح نكتشف سواء قوة واهمية الاسم وكيف الاسم بأثر على نظرتنا لحالنا اذا بتفكروا منيح نحنا بس نحكي منسمي القصص باسمه يعني هيدا شنطة هيدا طاولة هيدا ضو هيدا سيارة اذا ما فينا نسميها هيدا القصص هيدا القصص بتصير شبه ملنا موجودة غايبة وهيك زيت الشي باسمنا اسمنا ملزق فينا نحنا يعني اذا ما عنا اسم نحنا مش موجودين ونحنا الاهل وقتا نخلق مجبورين يساجلونا وقتا بعرفوا عن اسمنا وعندهم مهلة محددة تينقوا الاسم اسمنا هو كم حرف بعرف عن وجودنا بحياتنا عن نحنا انو موجودين بهالحياة وهيدا الاسم بس لألنا بميزنا عن الاخر حتى لو في منه كتير بس بنعرف انو هيدا الاسم لهيدا الشخص من كل الكلمات المسموعة من ولدنا في كلمة واحدة اهميتها كبيرة بتكوين شخصية ولدنا اسمه بس يصير تقريبا عمره اربعة تشهر الولد بيعرف اسمه بيصير اذا ما نعيتله بيتطلع بيعرف انو هيدا اسمه اسمه بيصير حامل جسمه هو بحدد لحدود بينه وبين الاخر وبين امه بيعرف انو هو اسمه مثلا ايكس وهيدا التاني اسمه ايجراج من خلال هيدا الاسم بميز جسمه عن جسم الاخر دا تشوفوا انو اول خطوة للولد تا يقدر يحط لحدود بينه وبين الاخر هو الاسم اوقات اذا الاسم قليل وجوده مش كتير محبوب او طويل او كتير صعب وحد يقدر يلفزه معقول كتير يؤثر على حياته اليومية بالمدرسة مثلا بالشغل الاسم فيه كون يعاقة للشخص بالمجتمع لانو فيه اسم بالمجتمع محبوبين اكتر من غيره اذا بتلاحظوا كل جيل له موجات للاسم الطبع يعني اذا بتشوفوا على الانترنت اداء مثلا حسب كل بلد فيه عنده الاسم الطبع مثلا روسية عند الاسم الطبع الصين عند الاسم الطبع يعني هيدا شي كولترال هيدا شي بالثقاف طبعنا بالبيئة طبعنا او حتى الاسم فيه كون عالمودة مثلا كل سنة فيه اسم دارج اكتر من التاني اداء سمعتوا اسم انجلينا من بعد شهرة انجلينا جولين هون هون الاهل حطوا رغبتهم انه بنتهم تكون حلوة مثل هيدا المثلة المشهورة والحلوة قد اجت موجة الاسم الصغيرة مثل تايا وميا يعني اذا بتفوتوا على الانترنت بتشوفون مقصمين حسب المناطق حسب البلد حسب البيئة حسب كل سنة كل سنة الى الاسم طبع حتى فيه حسب الأديم قد بتسمعوا في أهل بنقوا أسام صغيرة بقولوا تما يتضيق بالمدرسة تا يقدر يكتب اسمه بسرعة ما يتغلبك كتير باسم طويل تا ينلفظ بسهولة هون الأهل بيكونوا عم بفكروا عم بيعملوا منيح لأولاده شوفوا من قيمتها عم بفكروا من هو ببطنه عم بتفكر كيف هو بده يتعذر بالمدرسة إذا عنده اسم طويل هون توسلكم عفكرة إنه ولا مرة الأهل بنقوا اسم غير ما يكون فيه هوية رغبين لولاده قصة مثل ما قالت لكم آنونيا الأهل بيسجلوا اسم ولاده يعني آنونيا الأهل هن بنقوا اسم لولاد وعنده مهلة قصيرة تا يسجلوا الولاد تا يتسجل بده يكون عنده اسم قداب تسمعوا أهل بيقولوا ما عرفنا شو نسميه تأخرنا فجلناه بغير تاريخ لأنه ما كنا عارفين شو بننا نقي بيتأخروا تا يلاقوا الاسم هول الولاد بالمستقبل كتير معقولي عن كبر يتأثروا بالضياع أهلهم ما كنوا عارفين أي شخصية بدون يعطوهم يعني تعطيكم اكزامل أكتر عارف حدا مثلا كان بده صبر وإجيه بنت أوكي أم سمى بنته تونيا يعني هو كنوا يسمى توني بس تأخر تايسجل بنته وبنته عن كبر صار عندها مثل يعني هي ضايع صبئ أما بنت بمحال بمحال معين لأنه كانوا أهلا بدون نياها تكون صبئ حتى بالاسم مبين بينت هيدا الرغبة في أهل بسموا عاسم بطل بفيل مثلا مثلا مثل جون كلاود فاندام بسموه جون كلاود يعني اللي بدي إلكون نحنا منفكر إنه الأهل بيعطوا اسم لأولادهم بس لا هن بالعكس بيعطوا سخصية لأولادهم يعني هيدا الولد بيركبوه على الاسم بالدنيا يكون مثل صفات هيدا الاسم هون تتشوفوا إنه الأهل رغبتهم وأحلامهم موجودة من قبل ما يقبر الولد كأنه بيرسموه من خلال هيدا الاسم الاسم عنده ثلاث صفات مثل ما قلنا الهوية منعرف عن حالها من خلال الاسم يعني نحن شو هو الحلم تبع أهلنا وقتنا قولنا هيدا الاسم شو بالدنيا نكون عن قبر وتالت شي الفيلياتيون يعني نحن وين محلنا بهيدا العائلة رح عطيكم إقزام وقتا تفهموا شو قصد قداب تسمعوا مثلا ولد مثلا اسمه مجد بتشوفوا البي سمى ابنه مثلا تيصير هيدا الصبي حامل مجد اسم بيو يعني هو مجده لبيو يعني هون الاسم بيتركب مثل جملة مع اسم البي يعني يعني منق ايه بس للولد عطي صفة حمله مسئولية تيكون هو مجد بيو هل صفات اذا اهلنا بيعطونا ياهن وقتا ياخدوا القرار انه يسمونا اوقات حتى من قبل ما يتجوزوا قداب تسمعوا بنات هن وصغار بقولوا انا بس مسعجيب اولاد عن كبر رح سميهم هيك وهاك من هن وصغار عم يحلموا بشكل وبصفات الولد من خلال هيدا الاسم يلي نققوه بس يخلق هيدا الولد من خلال اسمه منعطيه كأنه اتيكات كأنه منميزه عن غير ولد دايما بتشوفوا الاهل بدون انه ولادهم يكونوا سبيسيال بصيروا ينققلهم اسامة غريبة عجيبة هن بألفون تيمين زولاد عن الاخرين بصيروا ما بنققوا اسامة كتير موجودة رغم انه اسمنا ما بيلبق لنا دايما ما منشبه اسمنا دايما او منرفض حتى انه نشبه بس هيدا الاسم بضل انتباعنا كل حياتنا بس في كتير اوقات بكتير بلدان بحق لنا نحنا نغير اسمنا اصلا بتعرفوا انه في اسامة ممنوع انه الاهل يسموها لولادهم بتفوتوا على الانترنت بتلاقوهم مثلا لوسيفر هتلر نوتلا ميني كوبر بتفوتوا بتشوفوا الاسامة وفي كتير ولاد عن كبر بقرروا انه انا هيدا الاسم عبق علي مثل بعرف حدا انه اهله سموها اسم عمه يلي منتحر حاسس انه لا بد يكون حامل هيدا عبق هيدا الفانتوم هيدا الشبح يلي انتحر انه ما بد يكون حامل هيدا الهوية في كمان مثلا كتير ناس بتشوفوا بقسميهم في صفة نبيلة ماجدة شريفة اوكي ندال بتشوفوا انه هيدا الصفات او ادفية تكون عبق على هيدا الشخص انه هو تقلي علي يكون شريفة انه بارك هيدا البناء ما بد هالقد تكون حاملة هيدا العبق بهذا الصفة بد تكون مميزة بغير شيء بغنجوا بغنجوا بغير اسم لانه بكون اسمهم صعب اما بيستحوا باسمه بشوفوه كتير مثلا متل ما بتقول قديم اما مش فات بالموضة بصيروا بغير اسمهم بغنجوا كأنه بيخلقوا هوية جديدة لقلهم ونحن عود فينا ما نعرف انه اسمه الأصلي هو الشي تاني مثلا سايدة بتغنج حالها دي دي اسم مهضوم اكتر انا رح خبركم عن اخت يلي اسمها لوريان الداسر معها بولينج بالمدرسة هي وصغيرة يتضحكوا عليها انه لوريان لجور اسمها كان صعب بالنسبة للبيئة اللبنانية يلي بتحكي عربة اسم لوريان يلي هو اسم اجنبة فاذا كانوا يتضحكوا عليها ويسموها صارت تسمي حالة لوري وكبرة معروفة باسم لوري يعني الاسم فيه كمان يكون وسيلة للتنمر هون الاهل ما بيعرفوا انه هن بيكونوا عبيعطوا عبق لأولادهم متل ما قلت لكم بحقلوا الواحد ببلدان معينه اذا سبق مؤنع يغير اسم الاهل اوقات بفكرة عم بيعملوا بنيه بس يسموا ابنهم اما بنتهم على اسم حدا من العائلة توفى بس انتو بتعرفوا انه هادا الشيء معقول يعمل تقل للولد انه هو مسمى على اسم حدا ميت يعني هادا الاسم محملينه كأنه حامل هوية هيدا الشخص يلي راح كأنه اجاب ديل لهيدا الشخص ما عنده تكوينته هويته الخاصة حتى فيه اهل بسموا مثلا ابنهم على اسم البي كأنه البي وجوده مش كاف اما فيها تكون الام بتكون بده تراد البي خايف تخسره بتقوله انا سميت لك ابنك على اسمك بس هيك الولد فيه ضيع لانه صار في اتنان بابا اما صار في اتنان بابا يعني ما تفصلوا البي عن الابن سموهم ذات الاسم مش الهيك صار يحموا حالهم شوال الولاد ويسموا حالهم الجينيور يعني هن الفرسيون لصغيرة عن باي هن من باي تيميز باي نتو ومثل ما قالت لكم فيه كمان لأسام المركبة يعني الاهل كنوا ضيعين شو بدون يسموا وسموا اسمان في اسمان يبقوا وبنقضوا بعض هون الاهل كل واحد بده يشوف حاله بده يقتنع باسمه بده يدرس اسمه اكتر انا ليه عملت لكم هيدا البودكاست تتعرفوا انه اسمكن مش بباليش نعطر لكم اسمكن عاتيكن هويتكن الاولى يعني اول هوية اهلكم عاتيوكن هي من خلال اسمكن كل واحد منكن يقعد لحاله ويفكر هيدا الاسم شو حامل معانا قدي اهلكم كن بدوينكن كونوا اوريجينال قدي مثلا مايازوكم قدي عاتيوكن اسم اونيساكس متل نور ما كانوا عاتين بدون صب بدون بنت اما عاتوكن اسم صب مركب على بنت لانهنا كن بدون صب قدي هيدا الشي اثر عليكم بحياتكن عن كبر مش بس هيك اوقات الامات منتصير من عايتلون حسب اسم ابنهم ابنهم الكبير عارضة يعني اذا الكبير اسمه علي بيصير اسمها ام علي ام حسين ام جورج ام بير يعني تتشوفوا انه الاسم كمان بدل على هوية الام منتصير منسمية حسب اسم ابن الكبير كمان في الاسم اللي منغير ها مثل منسمي الشخص مثل حيات البيبي مثل انه بيبي طبعا تشوف انه منمح الاسم اوقات منحط صفة تانية ونحنا عنده بلبنان كله حبيبة يعني تتشوفوا انه الاسم فيها تتغير يعني بتصير هاي ده الصفة طبعا حسب نحنا شو ما عيت له تتشوفوا قدام هم هاي ده الكلمة وهون منرجع على قوة الكلمة اللي نحنا حكيناها بغير حلقات قدام هم هاي ده الكلمة شو فيها انت القوي حتى لازم بتعيت له باسمه بمعنى انه هي عم تعطي هاي الصفة رح تتير هاي الصفة لبسته كيف اسمه عم بيكون لابسه في كمان اسامة نمر اسد نصر هون تتشوفوا انه الاهل وقت عم بيعتوا اسم حيوان لولادهم هن عم بيعتون صفة الاسد الكهكترستيك طبع الاسد يعني بدون يكون شرس وقوي اما مثلا اسم عالية بدون انه بنتهم يكون عالية اما اسعد بدون انه الابن يكون اكتر واحد مبسوط ما بتعرفوا شو كان فيه بالعائلة بلك كان فيه زعل ام وقرروا يوقفوا هيدا النحس بالعائلة يسموه اسعد وبيرجع عنكم كمان وقت يكون في اخوة اسمان شبهين لبعد وبتقدر باسم معين تلغي حرف مثلا تيا وقطيا اما غصان وحسان هون بتشيل الجي هون بتشيل القا يعني هون بتشيروا بتشوفوا شخصية الاخوة قداء بيبقى فيه قصص شبيهة لبعد وقداء المحلات الام بتكون اهردت انه هي بدأ تميلز عن اخيه بس بدا ذات الوقت قريب يعني الام او ات اما البي بس ينققوا اسامي مثلا يكون عندهم 3-4 ولاد على ذات القافيا مثلا ماريو ماتيو انجلو كأنه عم بيقولوا نحنا عائلة متحدة عم بيمضوا عائلتهم بالاسم طبع ولادهم عم بيعطوها سيناتورة معينة كأنه عم بيرسموها كأنه شي طبلو حلو انه نحنا مميزين اسامينا مثل بعض نحنا مجتمعين نحنا ايد وحدة بس كمان هيدا الشي في دل انه كأنه الاسامي فيها لان مثل بعض كأنه عم تمحي شخصية الولد التاني بس انا عم بعت عبر يعني كل واحد بده يشوف هو كيف مكون هالعائلة ليه اهلنا عطشور هيدا الاسم يعني وتكون الام بتاعت اسامي شبيهة بيكون هي اكيد بده انه العائلة تكون متحت اكيد ما بيكون بركة فكرة ضر بس دايما ننتبه نحنا لاعت هيدا الاسم اما بتشوفوا عائل مثلا في اسامي عربية مثلا شابان اسامي عربية فجأة بيجي بياناتهم اسم اجنب اوكي مثلا بيير اوكي تقررت الام تسمي بيير طانيوس ومصلا فارس اوكي هون بصير بتقول انه ليه قررت هون تسمي اسم اجنب كأنه ميزته عن اخواته كل اسم بيحكي حكاية وكل اسم مش بس هي كمحرف لا الاسم هو الهوية طبعنا يعني هو الاهل عاتشونا اياه لانه بدون نيانا نكون نحنا مثل ما هيدا الاسم الصفة طبعه عنده ابعاد اكتر من كحرف في خبرية عبالة اخبركن اياها جدود كانوا بخبروها لبعض انه في امير اوكي اي مقرر يسمي ابنه شحاد اجوا يقول الناس حوالي يقولوا ليه بدك تسميه شحاد انه انت زينة الاخلاة وانت الكرم ليه بدك تعطيها اسم قالوا انا عم قصد عم بعطي هذا الاسم لان ما بدي بدي انه اعمال وتصرفات هن يزينول اسمه وهي كبر هيدا الابن الامير هو عم بيكبر بالعاكس سارو يعرف انه هيدا شحاد كل شي الا شحاد يعني تتشوفوا انه كمان الاهل بصيروا يفكروا انه عم بيتحدوا ولادهم ما بس بكونوا كأنه عم بيعطوهم شي تايق زون تاختصر وانه هيدا الحلقة بديكن كل واحد منكن بعد مرة يكتب اسمه يسأل اهله ليه سمو هيدا الاسم يعمل رشاش عن هيدا الاسم شو المعنى طبعه اوكي مثلا تعطيكم فكرة مثلا مية مية يعني لقلة طبع الام عم بتسمى بنتا تتقول للمجتمع ولحال لانو هيدا بنتي انا بديها تضلى معي يعني كل اسم اكيد انا معا بعمم بس اكيد كل اسم عنده ابعاده اكتشفوا اسمكن جربوا عرفوا ليه اهلكون عطيوكن هالهوية اما شو كانت احلامهم وقديها الاحلام معقولة تكون كانت عبق عليكن اما حتى لا كانت قوة لقلكون يعني اكتشفوا حالكن من خلال اسمكن كمرحلة اولى تتكتشفوا الهوية طبعكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة